انطلقت قافلة علاجية تابعة لمبادرة حياة كريمة لإجراء الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج على أهالي قرية أم الحويطات بسفاجة في محافظة البحر الأحمر ووقعت القافلة الكشف الطبي وقامت بصرف العلاج لمائتين واثنتين حالة بمختلف التخصصات بالإضافة إلى إجراء 26 فحصا معمليا بالإضافة إلى إجراء 43 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة قافلة طبية مجانية جديدة أطلقتها الدولة المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بقرية أم الحويطات في سفاجة بمحافظة البحر الأحمر قدم القدمات كلها بالمجان من كشف وتشخيص وعلاج وعندنا كافة الأدوية متوفرة واستهدفت القافلة خلال اليوم الأول توقيع الكشف وصرف العلاج لمائتين واثنتين حالة بمختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى إجراء 26 فحصا معمليا وكذا إجراء 43 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة نحن النهاردة في عيادة الأسنان بنقدم خدمة المواطنين عن طريق الكشف وصرف علاج مجانا لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتضم القافلة عيادات الجراحة والباطنة والأطفال والأسنان والنساء والتوليد ومعمل الدم والطفاليات وأصيدلية تضم مئات الأصناف من الأدوية التي يتم صرفها بالمجان للمواطنين أنا أجيت للقافلة نعدة الحمد لله لعلاج مجان وكشف وخدمات على مستوى ونشكو القائمين عليها وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا والمناطق العشوائية والقضاء على الفقر والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة